فعد سنة من عالم مرور حلوة يا دنيا أكيد أبارك لكل فريق العمل ولتلفزيون رؤية على هذا البرنامج صراحة هو برنامج كتير لذيذ أنا بالبداية أول شغلة كنت أتابعه دايما عشان أشوف رهف وفؤاد كونه هم أصحابي بحب أتابعهم بحب أشوف إيش عم بيعملوا إيش عم بيقدموا كل جمعة بعدين صار موضوع بطل موضوع يعني هو ارتقى عن موضوع المجامل لست أتابعه عشان أنا بحبه عشان بيعطيني بيعطيني إكتاقة حلوة أحلى الشي بحلوة يا دنيا أنه هو ما بيحكي أبدا عن أي شي سلبي دايما بفرجينا إيجابيات المجتمع أظن إحنا دايما بحاجة لهذا الإشي على الويكند بعد وأسبوع بيكون حافل بأخبار كتير يمكن ما تكون دايما أخبار سعيدة يوم الجمعة مننسى كل شي سيء ومنركز بكل شيء إيجابي مع رهف ومع فؤاد مع غادة كمان بتقاريرها حلوة فهاي من ألزل الشغلات الموجودة بتعاملوا كتير بطبيعية يعني أنا بحضر رهف زي ما بطلع مسمع رهف برة أو زي ما بعرف أنا كيف فؤاد زي ما بحكي معه وتلي فؤاد يعني نفس الشي فهاي شغلة حلوة وهاي شغلة يمكن جديدة عندنا بالإعلام الأردن المرئي إحنا أبدا ممتعولين على هذا الموضوع دايما نكون كتير رسميين بس البرنامج بعيد كل البعد عن الرسمية بيتعامل بطريقة حلوة بس أكيد يعني بحدود يعني مرسومة بطريقة حلوة بطريقة صحيحة ما عندي انتقاد أبدا بحلوة يا دنيا بس أظن أنه في كتير مواضية حلوة عن بلدنا لسه ما تغطت بتمنى أنه يغطوها وبتمنى أنه ما يكون في يعني يكون في تنوية بالحال أنه ما ينحكى بس عن موضوع واحد يكون في كتير أبطال ويكون في كتير قصص يعني نشوفها إحنا كأردنيين ونشوفها كل العالم لأنه رؤية متابعة وحلوة يا دنيا ما أنا مش كتير بحبوه وأنا أبدأ أقول لرهف ولفؤاد مبروك لسنة ولغادة ولمحمد مصلح كمان الموعد لنضم لأهم جديدين هلأ صاروا كل أصحاب عم يشتغلوا بهذا البرنامج فهي شغلة كتير حلوة وبتمنى لكم كل التوفيق أول إشي مبروك أول سنة لحلوة الدنيا وألا يعطيهم العادفة جميع أن يساهموا في إنجاح هذا البرنامج بلا شك حلوة الدنيا إشي جديد كان عيني يوم الجمعة إضافة كبيرة لرؤية خلال سنة حقق إنجازاته وكان لطيف جدا وكان لطيف على البيت الأردني ولطيف للجمهور الأردني واللي بعرف تماما المغتربين الأردنيين حلوة الدنيا صار متنفس كبير لهم والإمتاع الفقرات المميزة الأداء الجميل لرهف ولفؤاد وطبعا ما من سدانة ورندا أكيد إله أثر كبير على كل الأردنيين وكان إشي جميل جدا ألعطيكم العافية بالعكس ما في أي انتقادات موفقين وإن شاء الله للأمام تكونوا ديروا بالكم المسؤولية أكبر بعد أول سنة بالضرورة اللي بعجبني ببرنامج حلوة الدنيا إنه بيبين أديش فيه إعباد أديش فيه تحضير أديش فيه بحث من المعدين ومزعين لكن بيضل فيه عفوية بساطة وديناميكية بالتقديم يعني يوم الجمعة الصبح شو بدنا أحلم من هيك برنامج غني ووجود للفرقة المسؤية كتير حلو شباب مبدعين متناغمين والمزعين متناغمين هذا شي جديد عم نشوفه الإيقاع سريع لأنه بطنة نقدر نتحمل إنه يطول موضوع الأخريفة كتير مبسوطة وإني بحضره دائما بعمل جهدي إني أحضره الجمعة الصباح في فقرة تسللت أظن تسلل للبرنامج هي فقرة الضيف اللي هو شخصية معروفة وبيصير فيها نظرة إلى عالمه إلى حياته الشخصية لبلده ومحيطه قريته يمكن منشوف الضيف بثلاث أبعاد كتير أحبها هالفقرة بالنسبة لي بتذكرني بالشخصيات اللي أثرت بالأردن اللي بنت الأردن بشوفها أنا فقرة ممتازة خصوصا للشباب إنه يتعرفوا على هدول الناس يمكن أنا بعرفهم بس الشباب ما بيعرفوهم أو ما عندهم فكرة كيف كانت حياتهم يمكن عندي ملاحظة صغيرة الفقرة الفطور يمكن إذا كانت فيها إضافة بلاء لها ضرورة لا توجد إذا كان قدمت طبخة وصفة كان فيه فعل عم يصير لحتى يزيد على فعل إنه أنتوا عم تفطروا لأنه ما بلاقي إنه كتير ممتع إنه نتفرج على ناس عم تاكل بس إنما إذا كان فيه شغل من الشف إنه عم يحضر شي ويمكن نحكيه عنه إذا كان فيه ضرورة بلاقيها بتغني الفقرة أكتر والله توقعاتي كان إنه نحنا نقدر نقدم إشي للمشاهد إن كان الأردني محليا وبالوطن العربي اللي نقدر نبرس فيه إن كان شخصيات أردنية أو مواهب أردنية مواقع بالأردن نحكي من شأن السياحي وتحديداً كمامل كانت تقديم المحافظات تكون دائماً وصلين لجميع الشعب لجميع الشعب هلأ اللي كان نتوقع إنه حتى أخرنا بإطلاق البرنامج يعني بعد إطلاق رؤية بسنة وخمس أشهر فكان أهم إشي بنسبة إلنا إنه نحنا ما نطلع بإشي مستوى متدني لازم يكون مستوى رفيع وكان جداً صعب صراحةً إنه نحنا نقدر نوصل للمستوى البدنية كان فيه لنا صعوبة بالإعداد وأيضاً لنا صعوبة بالإخراج لكن بعتقد خلال هذه الفترة قدرنا نحسن من هذا المستوى ونقدر نوصل لنسب مشاهدة أعلى إن كان بالأردن وللأردنيين خارج الأردن بعض الفقرات اللي عم بتتم عم بتكون فيه عم بتزيد كون فيه حالينية للأردن إن كان تحديداً لما نوصل للمحافظات لما نعمل مقابلات مع المواطن العادي إن كان ببيوته بشوارعه ولما نظهر العادات والتقاليد الموجودة إن كان بالوجبات اللي عم بتروحوا وبتاكلوها يعني بالبيوت فهذا عم بعطي هذا الطابع العفوي والمميز للشعب الأردني فهذا عم بيزيد بصفي المواطن الخارج الأردني اللي عايش بره كتير رحاب يرجع ويعيش هاي الأجواء فأكيد نحن قدرنا نوصل أنا بعتقد أنه قدرنا نوصل للي بره يمكن قبل الجوا لأنه أنا بالنسبة لي يوم الجمعة بحب أنام بس هسا يعني صفينا إنه واحد بده يصحه ويقد تفرجه أو بده يشتغل يعني فكانت صعبة ومخلقة لكن هلا عم تكون أسهل وعم تكون ممتعة ومسلية للي شخصيا يعني في عدة ملاحظات أول واحدة المسبوع الماضي إنه شوي ممكن كانت الحلقة تجارية تعتبر كان في راعي للبرنامج وحبينا نظهر صناعة محلية فكان في انتقاد إنه كانت تجارية بعض الشيء وهذه بعض الأمور ممكن نحن نتعلم منها وماذا نتغاضع عنها فهذا لقدام أكيد نحن مش هنكون البرنامج تجاري مش هذا هدفه بالإضافة إلى ذلك كان في بعض الملاحظات يمكن إن كان في تذبذب بمستوى الحلقات في حلقات تكون مميزة في حلقات تكون شوي ضعيفة هذا نحن بالتخطيط حديداً بجزء الإعدادي إنه بالتخطيط ونقدر مسبقاً نقدر رتب الحلقات حتى يكون كل مستوى يكون مستوى واحد الدنيا حلوة لو لا والله لو لا كثير إشياء إن كان الفساد الحقد الكراهية يعني للأسف الدنيا فيها كثير مسابق الحقيقة قناة رؤية في البداية أصبحت حقيقةً قناة الأردنيين في كل مكان اليوم القناة بتقدم برامج مختلفة برنامج حلوة أصبحت من المدمنين علي أنا شخصياً في كل يوم جمعة بحرص أني أكون بحضره لتنوعه الحقيقة وللشخصيات اللي بيستضيفها بتعرفوا عليها الأردنيين بتعرفوا على إنجازاتها بتعرفوا على طبيعة حياتها الحلو في البرنامج أنه كاجول يعني بيخلي الشخص مرتاح بيتحدث بطريقة سهلة بيوضح وجهة نظره بيجمع الأضاد كثير شفت أشخاص مختلفين بالآراء لكن موجودين في حلوة دنيا فحلوة دنيا كأنه جامع للشخصيات المختلفة بآراءها المختلفة والمتفقة أنه الأردن هو الأول شيء نفكر فيه دائماً كثير كمان لاحظت أنه في الإخوان خارج الأردن متابعين لحلوة دنيا يمكن هاي اقتراح بدي أحكيه أنه بهمنا كل جمعة يكون في ترابط مع المغتربين الأردنيين يمكن لو فكر البرنامج في كل مرة يستضيف شخصية أردنية مقيمة في الخارج يسمع عن الأردن لأنه اليوم حتى رؤية لاحظت أنها عم تنتشر لبرة وكثير حكولي أنه عم بيشوفوا برامج ويشوفوني على رؤية في بعض البرامج حلو كثير كمان يمكن حلوة يا دنيا لأنه كاجول وبيخاطب روح الشباب أنه يصير ولو مرة بالشهر بنحكي على مبدع أردني يطلع شي جديد وخاصة بالقضايا الاجتماعية بالقضايا الاقتصادية المبدعين كتار بالأردن يمكن أن هذا البرنامج يكون حاضنة لمثل هذول المبدعين مش بس بالشأن الاقتصادي حتى بالشأن الاجتماعي وأهم شيء أنه يركز على الشباب لأنه زينا نعرف 80% من الأردنيين تحت سنة الأربعين سنة يعني أنه ممكن أنه يكون هذا البرنامج أيضا حاضنة للشباب المبدعين والذي عندهم أفكار جديدة حلوة يا دنيا برنامج أولا صباحي وهذا تحدي لأنه المزاج الصباحي مزاج صعب عند كل الناس مش بس عند المواطن الأردني التحدي الثاني أنه اللي بيقدموه ثنائي ومن أصعب البرامج في عالم التلفزيون هي البرامج اللي بيقدموها تنين لأنه هذا يقتضي يعني أنه كل واحد فيهم يبدو أنه مستقل بنفس الوقت محترم الآخر يعني الثنائي لما يقدموا مع بعض مش ضروري لأنا تغيب لأنا لازم تكون موجودة مع احترام لأنا الآخر فؤاد ورهف نشحوا في هذه القاعدة في تحقيق هذه البعادلة الصعبة يمكن باللاوعي مش مقصودة يمكن لأنه فيه انسجام بين اتنين أو تعودنا على صوت رهف بالإذاعة فإحنا منحبها من خلال إذاعة فؤاد من زمان منشوفه وعندكم إشي ساحر اللي هو التلقائية المدروسة التلقائية مش حالة فلتان يعني مش الواحد زي ما بيحكي مع أصحابه وفي الشارع بيعاء مع عائلته وبيحكي قدام الشاشة عندكم تلقائية مرتبة مدروسة هذا اللي بيخليكم اقراب من القلب وواضح واضح انكم بتعملوا بتحضر درس كويس البرامج الناجحة مش اللي بتنجح على الشاشة اللي بتنجح قبل ما المعد والمقدم يطلع على الشاشة انتو عندكم قدرة على انكم بتخلقوا طاقة حلوة داخل المكان وهاي الطاقة مش عم تبين فيك انت ورهف يعني مش فؤاد ورهف عم تبين على ملامح لضيوف صدقا الان مش كلام للكاميرا بقدر ما هو انطباع الشخصي واضافة لذلك قناعتي بانه قبل ما يطلع البرنامج على الهوى قديش كنا نحن شايفينه وشايفين نجاحه والاستمرار اللي هو ولوين هو حيوصل البرنامج حقيقة كنا يعني جازمين وعلى قناعة تامة انه البرنامج حيكون برنامج يلبي اولا طموحنا ولبي رغبة المشاهد بانه يشاهد ويحضر برنامج صباحي يبحث فيه روح الامل والتفاؤل وبنفس الوقت خلينا نقول الاريحية في قضاء والتأثر في مواضيع يتساعدوا على انه يقضي يومه بشكل مريح ويدعموا الامل والتفاؤل في نهاية اسبوع او عطلة جميلة اول شي هي من الصعوبات لكن التحدي هو انه زي ما قلنا انه هذا برنامج صباحي تخيلي وانا برضو زي زي اي مشاهد اخر الصبح بصحة بدي اكون يعني كيف كيف البرنامج بده يغير من هالمود اللي ربما احيانا وكل واحد فينا هيك بصحة من النوم واحيانا نكشر زعلان مش بالضرورة يكون مبسوط وما بعرف لكن هذا المود هذا البرنامج قديش هو بده يستطيع يوخذني في اوسع مدى في بحيث انه انا خلال هالساعتين ونص اشوف شيء ما بشوفوش على محطة اخرى او مش قريب او ما انحطش في خلينا نقول والله ما هو في زي وفي برنامج اخر مو بشبهه لا كله نفس الكلام كله نفس حقيقة واللي متابع لهذا البرنامج تحديدا لرؤية ولحلوية دنيا بيأكد قديش هذا كلامي دقيق وقديش فعلا نحن حاولنا في حلوية دنيا نكون شيء اخر غير مألوف ان كان في الاعداد او التقديم وتقديم شاشتنا الاردنية بصورة جميلة بصورة عفوية بصورة غير خلينا نقول يعني تقليدية اذا جاز التعبير